المرحلة الجامعية أسمحوا لي أصبح بالخير على ضيفاتي الموجودات معي في الستوديو لينا سروجي بطحيش صباح الخير أهلا وسهلا فيكي طبعا حضرتك مستشارة تربوية في مدرسة رهيبات المخلص في الناصرة ومعنا أيضا هزاري عبادش حادي سعد صباحك سباحك هزاري مدير التاقم مركزين رواد للتعليم العالي وريم حماتي توتري مستشارة تربوية ومركزة التعليم العالي في برنامج رواد يسعد صباحكم جلسة نسائية كتير حلوة وأنا متأكد المشاهدين كتير رح يستفيدوا من الموضوع لأنه رح نسمع مقولتكو المهنية لينا بداية بدي قبلش معك يعني في قبعة المستشارة تربوية قديش مهم هيك تحديدا متل ما فتحت هاي الفقرة يعني إحنا المتبع أنه منستنى لفترة المرحلة الثانوية ومنبلش نوجه الطلاب يمكن جزء منن بيكونوا صاروا عندن فكرة عندن توجه أهلا موجهين لمحل معينه كمان رح نحكي عن هذا الموضوع قديم بهمكو بالمدرسة أو كمستشارة أنه نبلش نوجه أطفالنا دقول أطفالنا عن جد من جيل الطفولة للتوجيه المعني أول إشي صباح الخير للمستمعين كل موضوع لتوجيه المهن كتير متعلق بكل الرؤية الذاتية للشاب والصبي لنفسهن اللي من خلال الرؤية الذاتية هني ببحثوا وبتعمقوا بذاتهم على مر سنين عشان يفحصوا شو هي رغباتهم، قدراتهم، تموحاتهم، ميولهم إحنا وجودنا كأنا يعني وجودي وجود زميلاتي وزملاء المستشارين بالمدارس هي عشان نمد يد المعوني لأنه نساعدهم يكتشفوا ذاتهم باتخاذ قرارهم للمصيري للمستقبل القريب والبعيد بالنسبة للمرحلة الابتدائية عادة ثاني القسم الاستشاري بالمدارس بمرق كل موضوع المهارات الحياتية من صف أول للمرحلة التانوية وهذا الموضوع بتضمن واحدة من المضامين اللي بمرقوها هي كيفية اتخاذ القرار طبعا بكل جيل بتتمرق هاي المهارات بتعمق يختلف عن آخر وذلك بناء على شريحة الجيل اللي بمرقوها فعمليا بصل الطالب للمرحلة التانوية مع جاهزية منيحة عشان يأخذ قرار وهو هادئ ومرتاح لكيفية اختيار مهنة المستقبل رح نحكي كمان عن دور الأهل رح نحكي عن دور حتى المعلمين يعني والطاقم في المدارس ولكن دي أنتقل لهزار عن جديد يسعد صباحك هزار أكثر من مرة يعني كنت من برنامج رواد ضيوفنا وفعلا عم تعملوا مجهود أكثر من رائع وأنا دايما كنت أقول على الهوى ياريت بالفترة اللي أنا كنت فيها طالب المدرسي كان في مثل هاي البرامج الهاتف لحتى توجهنا بالشكل السليم تعني نذكر المشاهدين بنبذي عن برنامج رواد صباح الخير للجميع برنامج رواد التعليم العالي هو من مجلس التعليم العالي طبعا رئيسة اللجنة التوجيهية هي بروفصور فادية ناصر أبو الهجا ومدير البرنامج هو أستاذ أشرف جبور اليوم البرنامج يعمل في أكثر من سبعين قرية ومدينة في المجتمع العربي وأكثر من مئة وسبعين مدرسة مركزين موجودين حتى يعطوا خدمات للطلاب من صف العاشر نحكي مدرس ثانوية طبعا من صف العاشر والحد عشر إحنا منقدم للورشات عمال اللي هي تكمل للشو بالمدرسة مع المستشارات كيف حكت لين عن كل قضية اتخاذ القرارات والتعريف الذاتي يعني يتعرف الطالب على ذاته وبصف 12 منكمل معاهم في استشارة فردية اللي فيها بقدروا يركزوا أكتر على أي اتجاه يتوجهوا للحياة الجامعية ومنكمل معاهم طبعا للخارجين لحد جيل 29 سنة منرافقهم في كل مراحل اتخاذ القرار الاختيار تسجيل الجامعة منح ومنرافقهم عمليا لحد يتماهن يكونوا بالأكاديميا مستقلين وهي هاي المرافقة برأيي هي اللي بتفرق وعن جد حتى لما وصل لأول يوم في الجامعة وتم اختيار المصار ما منحسس الطالب أنه هيك زتنا بالبحر بل أنه في من يتابع معه ورح نحكي كمان عن موضوع المناح ريم عن جديد يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك هيك سمعنا من هزار نبذي عن برنامج رواد تعني فوت أكتر بالتفاصيل نوضح للمشاهدين شو أبرز الخدمات أو هيك البرامج داخل برنامج رواد اللي عم بتقدموها لجمهور الهدف طبعا برنامج رواد هو بمنح سلة خدمات متنوعة وغنية بالأساس لطلاب التنوية في المدارس وكمان كقسم تاني للخارجين احنا عمليا نتعامل ونشتغل مع الخارجين لحد جيل 29 واحدة من سلة الخدمات هي الاستشارة الأكاديمية الفردية لكل طالب هاي الميزة تبعتنا احنا بنقعد مع كل طالب وطالبة عمليا سيرورة استشارة اللي هي مبنية من ثلاث لقاءات طبعا واحدة من هاي اللقاءات هي بنعمله فحص ميول محوسب حتى نقدر نفحص شو الميول الطبعي الطالب والاتجاه طبعه تقريبا هاي واحدة من الاشياء اللي احنا بنعملها الخدمة التانية كمان احنا بنبلش مع طلاب صفوف عاشر والحوادي عشر بورشات عمل داخل الصفوف طبعا بشراكة دايما مع المستشارات الهدف منها هي تحضير نفسية الطالب للميدان الأكاديمي شو مستنين في عنا ورشة الحلم اللي احنا بنمرها لما انت بتيجي بتسألي على الطالب انت شو حلمك او شو حلمك فعمليا صعب عليه جاوب لانه ما تعود يحلموا منهو بصغير هاي شغلة كمان عاليات اتخاذ القرارات وعدة ورشات عمل اللي هي متعلقة بتحضير الأكاديميا لقدام نفسيا وكل اشي الاشي كمان التالت احنا بنجيب مندوبين من جميع من عدة كليات وجامعات في معرض ضخم اسمه معرض الأكاديميا في النصري هون نعمل مرة واحدة اللي جمع من عدة مدارس اللي احنا عمليا نشتغل فيها وحتى كمان كان فيه قسم من الخارجين هادول اللي مندوبيني ووظيفتن انني عارفوا الطلاب على المعاهد الأكاديمية المعترف فيها بالدولة وكمان شو شروط الكبول والمواضيع الموجودة اصلا بالمعاهد شروط الكبول والخصائص تبعتها اضافة لكل هاد احنا بنعمل كمان امسية للأهل كتير مهم لنا انه الاهل يكونوا داخلين بهاي المسيرة لانه دورهم جدا مهم في هاي المسيرة في مسيرة اتخاذ القرارات فاحنا بنعمل امسية للأهل حتى منجيب محاضرين مختصين بعدة مواضيع للأهل وحتى كمان للطلاب فهي هيكا بكبير الخدمات اللي احنا بنعملها ابرز الخدمات يعني يعطيكوا العافية هيكا غطيتوا كل احتياج وفي كتير كم ملاءمات يمكن لكل الشرائح اللي ممكن انه يكون عنده تساؤل او استشارة معينة لينا قبل ما ارجع لريمو اسألة اذا فعلا من خلال يعني معرفة وتعاملا مع هاي الشريحة ذكرة موضوع الاختبار المحوسب للميول بحب كتير اسمع انه فعلا عم بروحوا يعني ورموا يولن وما عم بيكون فيه ضغوطات خارجية ولكن هذا الوقت اللي اسألك على دور الأهل فقديش مهم يكونوا حياديين او موجهين واذا كانوا موجهين التوجيه ما يكون لرغباتا الشخصية هن ويحبوا يحققوا ذاتا بابناء لانه ممكن بكتير مرات عن جد يكون هذا الاشي صائب ويكون مناسب لابنهن ولكن كتير مرات ممكن يكون هدام يعني بدي اسمع لحالة استعمل هاي الكلمة انا مبسوطة من هذا السؤال وبستنى وانا بتخيل انه انتي جاوبتي يعني بالسؤال كان فيه جزء من الاجابة الحكيمة انا بشوف اليوم الاهل الهن دور اساسي مكمل النا لا بل اهم حتى بانهن ايراف وابنهن بهاي المرحلة كتير مهم نعرف ونقولها بصوت عالي وهاي انا يعني بستغل وجودي هون عشان اقولها لطلابنا وطالباتنا صاحب القرار لاتخاذ قرار الاكاديميا ومهنة المستقبل هي بتقع بس عالطالب نفسه عالشاب وصبيه نفسهن الاهل المستشارة رواد وجميع الاجهزة الموجودة احنا مكملين مساعدين مرافقين داعمين الاهل دور هن كمان الحماية يعطوا الحماية يعطوا الدفئ الامان يستمعوا لابنهن هن يواكبوا من هو صغير لتلنوا كبر فهن اليوم عندهن معرفة عميقة لابنهن كيف بيفكر كيف بتصرف كيف ردد فعله هو زعلان وهو مبسوط وهو معصب يعني عندهن صار معرفة عميقة ان هن يساعدوه ويقولولوه شو بيناسبوه شو لأ كتير مهم حسب راية الطالب يعرف دايما يجاوب على ثلاثة اسئلة عشان يكون مرتاح مع نفسه يسأل ايش انا بدي دايما يسأل ليش انا بدي هذا الاشي اذا عرف يجاوب لنفسه على هدول السؤالين هو يلو الحق بشكل مريح جدا يقول كيف انا بدي اصل لهذا المحل بمنهج حاله بسلوكياته بفكره بنفسيته انو انا علي اعمل واحد اتنين ثلاثة ومن هون بيجي عليه يعني بنعكس على الطالب بتشوفي هذا الاشي بالطلاب بيوم يوم بسلوكهن بجديتهن بمثابرتهن في انو انا بدي ادرس بدي اخد تخصص اللي بدي وصلني لحلمي المستقبلي تن ربط الاشياء معبعد بس كمان مرة كتير مهم الاهل يكونوا مرافقين مستمعين جاهزين لانو يكون في حوار مفتوح وموضوعي مع ولادهن بالبيت وما يقرروا عنهن هني يكونوا مساعدين لان هني هيقولهن جوا آمن وداعم بالبيت اللي يكونوا ماخدين ولادهن القرار براحة تامي وكتير مرات كمان بدأ انوه بيصير انو رغم كل هذا اللي حكيتو بيصير انو الشاب والصبيه بيغلطوا أو باخدوا قرار لانهن يلتزموا لموضوع اكاديمي معين وبعد مرور السنة الاولى بيكتشفوا انو لا هذا الموضوع او بناسبش قدراتي او اكتشفتوا بالعمق اللي هو مش الموضوع اللي انا بدور عليه حتى بهاي الظروف دار الاهل يحتوا الولاد ويدعموه يقولولو تعالي نشوف من هاي التجربة شو منتعلم عشان ننخي الطاقات ونتجنب هاي الاغلاط للمرة الجاي شرعي يعني حتى في حال انو صار فيه تغيير مصاق التعليم بالنهاية استفاد من سنة جامعية بمجال معين وبعد هيك شرعي جدا التغيير يعني ما بالضبط تجربة وتجربة هادفة بالنهاية فيه لها ايجابياتها هزار هيك يعني ذكرت موضوع المنح وإحنا بنعرف يمكن هاي واحدة من التحديات اللي فعلا بتواجه شريحة معينة اللي كمان بتطروا رغم ان بيكونوا جاهزين معنويا ونفسيا بتطروا يشتغلوا سنة وسنتين لحتى يوفروا اليوم الحياة ضاغطة والجانب الاقتصادي ممكن يكون كمان عبئ على الاهل قديش مهم فعلا كمان يكون معرفي لكل المنح اللي ممكن ان الطالب يستحقها وقديش بتدعمه وبتساعده بهذا الموضوع طبعا هادا اهم اشي انه الطالب اليوم لما بفكر انه انا ايش بدي اتعلم او بدي اخد قرار اي موضوع اتعلم يكون كمان بالمقابل اللي انا عم بدور على منحة على مصدر اللي مول لي هذا التعليم اذا هذا الوعي موجود عند الطالب من قبل ما يفوت على التعليم ممكن انه يخد يلاقي منحة اللي هي تضمن من سميها منحة متعددة السنوات او برنامج منها اللي يضمن له تعليم تلت سنوات او اربع سنوات بتمويل كامل مثل منحة ارتقاء اللي هي منحة مهمة جدا واحنا كبرنامج شركاء فيها وهي المنحة يعني الطالب يخدها في السنة الاولى والتاني والتالتي يعني اذا هو كان مستحق في السنة الاولى فهو كمان يكون مستحق لها في السنة التانية والتالتي من التعليم وهيك عمليا احنا منقدر نخفف من عبق وهي الشعور بانه انا من وين بدي امول التعليم طبعا فيه تخوف وقلق حول هذا الموضوع يعني حتى بديش اقول حتى الكليات يعني حتى الجامعات قصد التعليم استنوي وهذا نهيك عن باقي المصرفات بشكل عبق مادي اكيد فعشان هيك احنا موجودين كطاقم رواد منرافق المتسجلين للجامعة على الاكاديميا بانه منعطيهن يعني لمحة عن المنح اللي موجودة وكل مرة بيكون عنا منحة اللي مفتوح لإلها التسجيل احنا منعلن انه مفتوح التسجيل طبعا لجمهور الهدف لانه كل منحة في إلها جمهور هدف معين بفكرة ارتقاء اللي هي كمان منحة لمواضيع معينة اللي في إلها أفق تشغيلي يعني كمان هون احنا عم ندعم الطلاب يتوجهوا لمواضيع تعليمية اللي يكون أسهل هنا يلاقوا بالمستقبل عمل فيها ومثلها عندنا نموذج من حتى هسجيم الهايتك اللي هي كمان برنامج اللي بحضر طلاب للتعليم العلوم والهندسة مع سنة تحضيرية وتعليم الموضوع كاملا يعني كل سنوات اللقام بتمويل كامل وبالإضافة لها بحصلوا على الإشي الأهم بهذا البرنامج اللي هنا بحصلوا على هيك زي غطاء أو زي إطار اللي هو إطار دعم معنوي وإطار دعم دراسي في داخل المؤسسات التعليمية الموجود فيها هذا البرنامج طبعا بدع المشاهدين إنه يستفستروا أكتر عن هاي البرامج من خلال مركزين رواد بالبلدات المختلفة وفي عنا منحة كمان كتير أو برنامج تأهيل كتير كتير مهم اللي هو سفراء روتشيلد اللي هو عبارة عن منحة قيمة جدا جدا اللي بخدها الطالب على مدار سنوات تعليم اللقب بالإضافة لبرنامج تدريب وتأهيل لقياء لقاضي مستقبليين اللي يطلعوا لمجال العمل وما يكونوا بس إنه عم بشترلوا إلا يكونوا كمان قياضيين في المجتمع وهاي البرامج اللي ذكرتها هي عيني ونموذج من عدة برامج وعدة منحة طبعا فيه أكثر وزي ما حكيت إنه لكل منحة فيه جمهور هدف معين المنحة ما بتنفع لكل الموضوع أو لكل المؤسسات لهيك كتير مهم إنه نتابع كل منحة وأنت بفتح تسجيل لإلها نتوجه لمراكز التعليم العالي أنا معنية أخذ منحة إذا ممكن لأميلي أو خبريني بس يكون في منحة ملأمي لإلي لتفاصيلي ومركزاتنا ومركزينا مستعدين وموجودين لهذه الخدمة في البلدات فهذا موضوع جدا مهم وأنا كتير مرات بحزن على طلاب اللي هن بكون عندهن كل المؤهلات إنهن يأخذوا المنحة من ناحية ظروف اقتصادية واجتماعية وكمان علامات لكن هن ما بيعرفوا فهن ما بيخدوها بسبب عدم المعرفة وهذا الشيء أساسي إنه إحنا نبدأ نعرف ونتعرف وما نخجل إنه نتوجه بأنه نطلب منحة بالعكس هذا استحققه إذا يعني بيجاوب على المعايير اللي تتبع لكل منحة هذا الشيء ممكن كتير يسهل عليه ويخفف من ألعب المادة ويركز في الدراسة وهذا إحنا بدنا ياته طلاب متميزين يعني يختاروا موضوع التعليم كمان المناسب لإلهن ويتميزوا فيه حتى كمان يكونوا متميزين في كل مجالات الحياة صحيح إن شاء الله ويتمحوا للألقاب العليا أكثر وأكثر ريم يعني مهم نرجع دايما نحكي عن موضوع التحديات بدون شك مع كل التسهيلات مع مساهمة برنامج رواد وزي ما حكينا قديش يعني موجودين فيه كتنوع جغرافي بلدتنا سبعت فيه تحديات بارزة قدام هاي الشريحة من أبناء مجتمعنا احكي لنا عن التحديات من وجهة نظريك وعن جدا كمان عن أبرز الأخطاء اللي بعد عم بوقعوا فيها وبتكون بمثابة فخ للطلاب طبعا فيه عدة تحديات زي ما أنت ذكرت بدي أذكر أكم تحدي اللي هن بارزين وبيكرروا حالهم واحد من التحديات هي الأهل والطالب دور الأهل بالذات في توجيه أبنائهم لمصارات أكاديمية طبعا هون بيصير فيه تضارب بين توقعات الأهل ورغباتهم لبين توقعات أو تعنقول رغبات وقدرات الأبناء نفسهم بمعنى آخر الطالب مهم لإلو يحقق ذاته يحقق شو هو بحلم يفوت على موضوع اللي هو بيحبه وهو بتمحله بينما فيه كمان من جهة تانية ضغط الأهل اللي ممكن كمان يرجع أو يشكل مردود سلبي على الطالب إنه أنا بدي إياك تتعلم موضوع معين لأنه أنت علاماتك جدا عالية وما بتستاهل تتعلم موضوع تاني فالطالب بوصل بهيك وضع لوضع أو حالي نفسية اللي هي متخبطة محبط كمان محبط جدا من ضغط الأهل ومن ضغط المجتمع حتى بلبلي نوعا ما فإحنا بهيك حالة منحاول نجند دور الأهل لإلنا مين إلنا؟ يعني أنا والطالب بإنه كمان نشعرهن بإنه عندهن أهمية كبرى وعظمة في إنه يكونوا شركين في اتخاذ قرارات أبنائهن بس من محل اللي هو جدا حاضن وجدا داعم ومعزز حتى كمان الطالب يشعر بأمان ويقدر يختار الموضوع اللي هو بحبه وما يكون في نتائج سلبية لاختيار موضوع اللي هو خاطئ نوعا ما يعني إذا في طلاب في طلاب كتير بتروح حسب توقعات أهليهن أو حسب طلبات الأهل وبالتالي هن بيكون الوقع جدا سلبي يعني هن ما بيكملوا سنة أولى تعليمية لهدف إنه أو لسبب إنه الموضوع غير ملائم لقدراتهن أو رغباتهن وما بتهنوا بهاي الفترة يعني بداش ننكر إنه لجانب الاستفادي فيه متعة لما أنت عم تدرس الموضوع اللي عن جد أنت ميالي لإله صح بالزبط تحدد تاني اللي بدأ أحكي عنه كمان وبارس جدا ومتكرر جدا هو اختيار الخاطئ اختيار الطالب الخاطئ لتخصص الأكاديمي والجامعي طبعا لعدة أسباب ممكن إنه يكون عدم توفر معلومات صحيحة تجاه الموضوع اللي هو بدي يختاره ممكن إنه هو بس بدي يفوت هاي السنة بس بدي يفوت هاي السنة لأنه هو عم بشعر بضغط بضغط هائل أمي من المجتمع أو من الأهل عنا الفكرة مرفوضة شوي نوعا ما بإنه الطالب يستنى سنتين أو ثلاثة ما بعد أو ما قبل الجامعة فلهيك بيجي عندي الطالب بيقول لي مشان الله ساعديني بس إنه أدخل أو أسجل هاي السنة للجامعة عشان بس بس إنه أفوت للجامعة بس أخذتنا الضغوطات والتساؤلات وليش بعيده والتساؤلات وردود الفعل السلبية والمحبطة مرات للطالب طبعا بدي أذكر هنا قديش مهم الطالب يكون عنده وعي ذاتي لحاله ومعرفة عميقة لحاله وحتى للمواضيع الموجودة بسوق العمل كلما الطالب كان عنده معرفة ووعي لذاته أكتر كلما هو كان قادر أكتر على اختيار القرار السليم للمهنة المناسبة والملائمة لإله لينا بدي أسمع في عندك تعليق عن الموضوع بدي هيك استغلال للوقت كمان أدمج سؤالين يعني حكينا عن دور الأهل حكيناك أيضا عن قديش التوجيه مهم بدي أسألك عن دور الطالب وأهمية أنه فعلا يكون هيك متشوق ليكون عنده معرفة بمختلف المساقات وكمان سؤال جدا مهم أنا حتى بتذكره بس مع اليوم ما زلت بسمع من معارفة وفي مجاليسنا أنه في فئة اللي بتنسب موضوع الدخول للجامعة وتحقيق الذات بألحظ على سبيل المثال موضوع امتحان القبول أو امتحان البسيخومتري هل تشتغلوا اليوم بالمدرسة لأنه فعلا نوضح للطلاب أنه الاجتهاد والتميز والدراسي ومش ضروري تكون دراسة جدا مكثفة ولكن كل فكرة الاجتهاد هي اللي بتكون فعلا مفتاح النجاح وما ننسب الإشي للحظ بأنه أنا رح أطلع برية البلاد وأتعلمع أنه مش غلط ولكن فيه إمكانية أنه يحقق نفسه في بلده وفي جامعاتنا بس إذا شوي بيعمل مجهود شوفي الطالب اليوم هو طالب ذكي يعني الجيل جيل ذكي وعنده هالقد يحس ووعي وإدراك لأنه يعرف شو بتطلب اليوم الحقل من احتياجات عشان يلزم للمرحلة اللي هي ما بعدها المرحلة التانوية فالإشت كمان مرة منقول وأنا بدأ أعيد على الإشي اللي قلته لأنه أنا حسب رائي هذا هو المهم اللي ذوت عند طلابنا كل ما الطالب تعمق وآمن بقدراته الذاتية وبيدي يكتشف بعمق وبصدق بينه وبين نفسه إيش الإشي اللي هو بتمح له شو حلمه شو طموحاته ميوله قدراته بيوفق سوق العمل في عدة طروحات وأسئلة لازم يسألها لنفسه باللحظة اللي هو بعرف يجاوب على هاي الأسئلة اللي ويقول أنا إيش بدي وكيف لازم أصل هو ببذل مجهود من بداية المدرسة من المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوي بشكل واعي اللي بتناسب قدراته واللي بالآخر بتخليه يحصل ويحصد تعبه بما يستحق من تعب كمان مرة الطالب والطالب أذكياء كفاية بيعرفوا اليوم الحقل والحقيقة شو موجودة شو المتطلبات الموجودة بالبيئة المحيطة فينا من ناحية أكاديميات ولازم بتخيل كمان مرة يحطه لنفس هدف ويقوله شو لازم أعمل عشان أصل لهذا الهدف كل حسب قدراته لكل طالب مع كل قدرات فيه له محل محترم والمجتمع بنتظره فيه إحنا بحاجة لكل المهن لكل الأحلام تتحقق عشان يقدر هذا الإنسان يصل لهذا المحل ويعمل لمجتمعه خدمة من محله المتميز اليوم بيجون كتير أهالي وطلاب إنه لا ليش يختار هذا الموضوع يا عمي يا في الشغل قاعدين بالبيت أنا ضد هاي الفكرة أنا بقول كل ما الإنسان يتعلم ويختار شو هو بحب شو هو مآمن هو بقدر يتميز والتميز هو مفتاح النجاح بالحياة ثق بذاتك يعني الثقة بالذات مع الاختيار الصحيح هي مفتاح أني أكون أنا متميزة جدية وأفيد نفسي وأفيد مجتمعي بالمحل اللي أنا اخترته اللي بناسب قدراتي بناسب أحلامي بناسبني شخصيا رائع رائع ياريت نصل لهاي المرحلة بتأمل جدا مع أنه فعلا فيه تغيير مجتمعي عم بيكون على مدار السنوات الأخيرة وأكيد هذا برجع للمهنيين ومثل هاي البرامج والأتر هزار بحب أسمع منك النصائح اللي أنت من خلال تواجدك ببرنامج رواد وحتى من مسيرتك الخاصة بتحب تقدميها لهاي الشريحة بما يتعلق ب يعني أي جانب أو موضوع ممكن يسهل عليهم الاختيار الاختيار حتى الجامعة أو الكلية التواجد في الأيام المفتوحة وكمان رح أسمع منكو تعليقكم على هذا الموضوع أول إشي وأهم إشي أنه كل طالب يكون عنده هاي الرغبة أنه أنا بدي أشتغل على هذا الموضوع أنا مش عم بنتظر أنه الإشي يوصلني بدون ما أبذل مجهود إلا أنه يعرف أنه بذل المجهود هو إشي رح يرجع عليه بنتائج إيجابية وهذا إشي أنا بوافق لينا باللي حكته بأنه اليوم الطلاب عندهن معرفة وعندهن وسائل أنهن يقدروا يوصلوا للمعلومات بشكل كتير سهل عن طريق مواقع الإنترنت عن طريق الفيسبوك عن طريق الأيامات المفتوحة اليوم في الجامعات والكلية للطلاب عم تتوجه لها حتى بشكل مستقل يعني ومش عم تستنى المدرسة تخدها بكتير من الأحيان يعني فأنا اللي بدي أقوله للطلاب أنه قبل ما تختاروا موضوع التعليم خلوا الإشي يكون هيك قرار تروه أهم إشي التروي نفحص جوانده بالموضوع كافة نستغل كل الأشخاص الممكن يساعدونا بشكل مهني إن كان مستشارة في المدرسة إن كان معلمينا إن كان مركزين ومراكزات رواد التعليم العالي نشترك في برامج لما بتندعوا لبرنامج معين لمحاضرة معينة لما بتكون فيه إنكو فرصة إنكو إنكو تشتركوا في برنامج اللي ممكن يضوي على شغلة ولو بسيطة لو مستقبلكوا المهنة والأكاديمة اشتركوا فيها وكونوا فعالين وكمان بنصحين إنه هني ما يتسرعوا ويتخذوا قرار بسبب ضغط الاجتماعي أو ضغط الأهل إلا إنه هني عن جد هذا القرار يخدوه عن دراسة يكونوا عارفين بشكل ملمين بكل جوانب هذا الموضوع وأنا كمان بدأ أوصل رسالي من هون إنه كمان تكملي للي حكيته ولينا إنه كل واحد ممكن يختار مجال اللي هو بناسبه ويتميز فيه إذا أنا المجال ما بناسبني أنا رح أشتغل كل عمري في محل اللي أنا حس حالي مظلومة حس حالي مش مرتاحة مش عم بقدر أعبر عن نفسي إذا أنا ميولي فنية ومفروض أتجه لمجال اللي أنا أقدر فيه أعبر عن نفسي بشكل حر وبروح بقولي بحالي في المحل اللي هو مسكر ما بقدر أعبر فيه عن نفسي بشكل اللي أنا يرضيني فأنا كل عمري رح أدلوني عم بدور على هذا المحل اللي بسعدني اللي بيخليني أحس مرتاح بس لما أنا بختار الموضوع اللي عن جد يدمج بين قدراتي وبين رغباتي وطموحي هذا الإشي بخليني أنا كمان أبدع في عملي مهما كان عملي وفي أي مجال أنا رح أكون نوجود فيه والإبداع عمليا والتميز هو اللي بوصلنا لنتائج كمان مجتمعيا إنه إحنا منرقى في مجتمعنا من خلال الأشخاص المتميزين وهن بيقدروا يساعدوا المجتمع وكمان على الصعيد الشخصي والفردي اللي الشخص نفسه كمان هذا الشعور بالتميز وشعور بأنه أنا إنسان منجز هو بعطيه اكتفاء ذاتي وراحة في حياته به شكل عامل وعن جد ما يخضعوا للضغوطات ومش بس ما يخضعوا الرسالة التانية للأهل وللمجتمع خففوا ضغط على هاي الشريحة إن هيك هيك عم بمرقوا بتخبطات وبنهاية المطاب فعلا مهم جدا إنه يحققوا ذاتا أيضا باختيارها بدي أن نوح هنا لقضية دور الأهل إحنا كتير منعتمد على دور الأهل في كل هاي المسيرة ومنعتمد بالأساس على دور الأهل اللي هو متداخل ومش متدخل يعني هون كتير مهمة الأهل يكونوا شركاء معانا في اتخاذ القرار ومش هم أصحاب القرار صحيح في توجيه الأمناء يعني هل قد مهمة الأهل يكونوا موجودين معنا في هاي المرحلة وعشان هيك إحنا منعيد ومنكرر كل الوقت إنه دور الأهل مهم دور الأهل مهم وطبيعة تدخل الأهل يعني كيف هني بيجيبوا الأشياء كتير مهمة وإحنا أنا من موقعي بدعي الأهل كمان إنهني يشتركوا في البرامج التي تقام للأهالي في المدارس وفي المراكز المختلفة حتى يقدروا يستفيدوا ويأخذوا أدوات اللي تساعدهم هني وأبنائهم حتى يتخذوا قراري بالآخر الأشياء رح يعد بالمنفع على أبنائهم حياتنا رح تكون أسهل لكونوا مرتحين أكتر وأكيد هذا مطلب كل أحيان هذا مطلب وهذا قرار مصيري بنهاية المطاف ريم دي أسمع منك رسالة أخيرة وبعد هيك أيضا من لينا سريعا لأنه دهمنا الوقت رسالة أخيرة وإذا بتحب تتطر إيه كمان بجملة قديش مهم نكون كل وقت عيننا على احتياجات سوق العمل ما زلنا نمطيين شوي الطب والحقوق والتربية للصبايا ويعني شايفين لوين الاتجاهات عم بتروح برغم أنه في شوي توجه إضافة هيك على تعليقك فيه يعني الطالب بيجي مرات عندنا هو بعرف العنوين الكبيرة مثل طب وهندسة وما شابه عمليا هو ما بعرف إنه حتى بالهندسة في عشرين تخصص وممكن أكتر فأنا بدعي كل الطلاب إنهن يفوتوا يكونوا ملمين طبعا عندهن ملان وسائل اللي بتساعدهن إنهن يتعرفوا على المواضيع كل ما أنا اليوم عرفت مواضيع أكتر وكل ما عرفت ذاتي هدول العملين جدا مهمين في عملية اتخاذ القرارات هاي من ناحا الرسالة الثانية اللي بدأ أوجيها للطلاب إنه طبعا إسا بفترة جدا مصرية فأنا بدأ أتمنى لكل الطلاب النجاح والاجتهاد والمثابرة في العمل ولو هنا هي فترة شوي ضاغطة وصعبة بس نتذكر دايما إنه فترة ما بترجعش وهي بالفعل مصرية فإذا أنا اليوم اخسرت هاي الفترة وما اشتهدت وما عملت المكسموم اللي أنا بقدر أعطيه ففيه هون رح يكون نوع من الندم أو من الندم عمليا لإشياء تانية فأنا بتمنى لكل طلابنا النجاح وإحنا المرجع والعنوان لأي إشي هني بيحتاجوا طبعا إحنا عنا كمان موقع اللي بيقدروا يتوجهوا لإله وعنا كمان صفحات بالفيسبوك كل صفحة يحسب البلد اللي إحنا موجودين فيها فأنا بدعيهن إنه دايما يكونوا ملمين ويتطلع هاي الصفحات يعطيكوا ألف عافية على هذا المجهود لينا جملة أخيرة من اللي كنت اختبت فيها الفترة أنا بدأ أقول لطلابنا اللي بحبهن كتير ثقوا بنفسكوا احلموا وثابروا في إنكوا تصلوا للحلم اللي بدكوا إياه لأنه إذا وصلتوا لهذا المحل أنتوا بتكونوا جبتوا سعادة لنفسكوا وفدتوا مجتمعكوا وبتكونوا فخر إلنا كلنا جميعا رواح شكرا لحضركم معنا شكرا لما قلتكم أكثر من رائعة ولمجهودكم الكبير في هذا الجانب ريم حماتي توتري هزاري عبادش حادي والي نصروجي بطحيش وإن شاء الله لنا لقاء آخر قريبا شكرا لكم في ساعة صباح موسيقى 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 موسيقى